لست بعيدوا من قائمة منتخب مصر موجهتها السنغال من اللي كانوا موجودين في كاسورة الأفريقية محمود جاد ومحمد حمدي و أيضا إبراهيم عادل ومهند لشين ومحمد شريف ومروان داود ورمضان صبحي و أكرم توفيق و أحمد حجازي و عبدالله سعيد لأسباب مختلفة طيب هديكم شوية كواليس شوية كواليس و إجابات على أسئلة حضراتكم سألتوا أول حاجة القائمة دي أعلنت اليوم بعد اجتماع بين المدير الفني كالوس كيروش والجهاز المعاون النهاردة حصل اجتماع طويل استمر عدد ساعات مش قليلة اتفقوا فيها على هذه القائمة ما بين اتفاق على بعض الأسماء واختلاف على بعض الأسماء و دا شكل طبيعي و أمور طبيعية و منطقية طيب مين بقى من الأسماء اللي انضمت اللي كان عليهم كلام من الأهلي محمد مجدي أفشا و ياسر إبراهيم دول انضموا للقائمة ليه محمد مجدي أفشا أول أول سؤال و أول إجابة كان ناس كتير أول متوقعة أنه هيتم استبعاد محمد مجدي أفشا خاصة من كانش موجود في قائمة منتخب مصر كسر و أمور الأفريقية السببين أول سبب أنه كالوس كيروش شاف أنه محمد مجدي أفشا في الفترة الأخيرة متقلق مع له ماشي بشكل معقول جدا مع الأهلي ده أول سبب تاني السبب أنه كالوس كيروش حتى هو بيلعب أربعة تلاتة تلاتة شايف أنه قائمة منتخب مصر دائما لازم يكون فيها واحد على الآل يكون صانع العاب في كسر و أمور الأفريقية كان فيها عبدالله السعيد واعتزل دولية فكان لازم أو هو شاف أنه البديل الأفضل في الدوري أو في الكرة المصرية في مركز صانع العاب بعد عبدالله السعيد محمد مجدي أفشا ولذلك محمد مجدي أفشا انضم ياسر إبراهيم ياسر إبراهيم كان فيه مفضلة بين ياسر إبراهيم وسنائي الدفاع في بيراميدز علي جبر و أحمد سامش بعد اتفاق المدير الفني والجهاز المعاون لقوا أن ياسر إبراهيم في الفترة الأخيرة متقلق مع النادي الأهلي وفي الكاس العالم الأندية قدم مستوى كويس وفي الفترة الأخيرة في البطولة الأفريقية والبطولة المحلية يؤدي بشكل كويس فكان ياسر إبراهيم موجود في القائمة اتنين كمان من بيراميدز انضمه جديد عمر جابر و دونجا ليه عمر جابر؟ عمر جابر كان خيار تاني عند كالوس كيروش بعد محمد هاني محمد هاني أصيف في المباراة الأخيرة للنادي الأهلي أمام المريخ لحظه السيء فخرج من القائمة و دخل بدلا منه عمر جابر في مركز الظاهير الأيمن مع عمر كمال عبد الواحد دونجا في وسط الملعب ليه دونجا مش مهند لاشين دونجا في فترة أخيرة متقلق مع بيراميدز و مهند لاشين بحسب رؤية الجهاز الفني انه مستوى قل بعد كاس الأوام الأفريقية مع فريق وطلاع الجيش وكانت الأفضلية لدونجا طيب ترجمة نانسي قنقر